في شان آخر أشرف أمس الأربعاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بمطار هوريب مدينة دولي بالجزائر العاصمة على حفل توديع أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام وزير الشؤون الدينية والأوقاف دعا الحجاج المسافرين إلى ضرورة الحرص على صحتهم قبل كل شيء مضيفا أن الجزائريين يستحقون عددا أكبر من حصة الحج نظرا لتعداد الكبير لسكانها نستمع لا يمكن للإنسان أن يؤدي حجه إذا لم يكن مستطيعا والاستطاعة بدنية أول شيء ثم مالية ثم أشياء أخرى ولذلك آثرنا أن يعتني الحاج بصحته أولا ولذلك من شروط وصوله إلى هذا المطار ولنقطة الانطلاق في سائر مطارات الجزائر المخصصة والمعدة والمهيئة لتوديع حجاجنا واستقبالهم في عودتهم هو موضوع الدفتر الصحي والفحوص الطبية وما يتعلق بالتعقيم والتطعيم بأشياء كثيرة من المستلزمات الطبية التي تساعده وترافقه على أداء مناسك الحج بيسر منذ سنتين كنا في 36 ألف حاج الذي أخذ بتعداده سابقا أكثر من 20 سنة ولكن بحمد الله تعالى استطاعت الجزائر أن تحصل بالتعاون مع إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورين رفعنا حصة الجزائر إلى 41 ألف وثلثمية ولكن أيضا نحن نشعر بأن الجزائرين يريدون أكثر ويطلبون أكثر ويطلبون المزيد وهو المسجل في الإحصاءات الأممية في المنظمة العالمية للصحة والإسكان أن الجزائريين يستأهلون أكثر بحسب تعداد سكانهم وقد تحصلت الجزائر بحمد الله على ألف حاج زيادة فأصبحنا 42 ألف وثلثمية وهو عدد لبأس به